ما هو ده اللي يمكن عايزة أسأل حضرتك عليه وهو الفريق الخاص يعني حضرتك شايف فريق الوداد المغربي إزاي وهو متصدر أعتقد الجال الدوري المغربي وأيضا يعني طبعا موقفه في أفريقيا طبعا موقف متصدر يمكن هو عنده ست نقاط وهو يمكن تاني المجموعة الوداد المغربي هو فريق بداية تقدر تقول شخصية بطل واحد من المرشحين للفوز بدوري أبطال أفريقيا فهذه النسخ هو كل النسخ الأخيرة يعني في سنوات الأخيرة هو فريق صاحب شخصية وده أكتر فريق يخليك خايف والآن طول الوقت أنه عنده الشخصية كيف تدخل في التفاصيل الفنية أنت بتشوف أنه قدام فريق عنده تاكتيف قوي جدا عنده مدرب واعد عنده مجموعة لعبيين مهرة بشكل كبير جدا لو تكلمت على إنقاط القوة الضعفة فيه هتشوف أنه فريق قادر يخلى عدد فرص كتير من أكتر من المصار مش بس من خلال الإختراق ولا من المهارات الفردية لأ عنده ممكن يقدمنا الجيم دي فيها كويس جدا وما بيكونش بيهاجم بشكل فيه مغامرة لكنه قادر يخلق فرص التهديف مؤكدا من كرة عرضية أو من كرة سابتة بمعنى أن النهاردة الوداد مش هكون مندفع مش هيطلب مش هيسعى أنه هو يبادل الزمالك التحكم أو الحيازة على الكرة لكنه قادر في أي وقت يشكل خطر بكرة عرضية بكرة سابتة اللي احنا لازم نكون حاضرين منها جدا يمكن أنا شوفت في المبراطين الآخرين للوداد أنه عنده بعض الصغرات الدفاعية عنده قلوب الدفاع فيها مشاكل عنده المساحة مابين خطر وسط وخط الدفاع استقبل منها كل الأهداف يعني حتى هدف الزمالك اللي استقبله استقبله في نفس المساحة دي الهدفين اللي استقبلهم من بيترا أتليتك واستقبلهم من نفس المساحة اللي هي مابين يحيى جبران اللي هو الديفندر اللي بيسرح شوية وأنا بيشوفه لعب متواضع يعني يمكن أن بيشوف اللعب ده من زمان قوي واحد من نقاط الضعف وواحد من اللاعبين اللي كسبوا الأهلي قبل موسمين في قبل نهاية نفس البطولة في المغرب بأخطاء أساسية جدا فبالتالي التركيز عليها يا جبران وقلوبين الدفاع والنزمة كدعا في المساحة دي النهاردة يوسف أوباما وماما عشور بالتحديد لهم دور عظيم